ملخص كتاب السر في تداول النجاح تأليف محمد اليحيا يشرح في الكتاب أساسيات التداول الناجح من الناحية النظرية وأيضا العملية وتحليل الفني للأسهم والجانب العلمي منها وقراءة الرسوم البيانية لها وضرورة معرفة ما يسمى الشموع اليابانية ويتطرق الكتاب إلى المضاربة والتداول القصير الأجل كتاب السر في تداول النجاح للكاتب محمد اليحيا هو مهندس حاسب آلي تخرج من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يرجع سبب خبرته في الأسواق والمال لعمله في عدد من البنوك مما أكسبه الخبرات والمعرفة يمتلك منصة الكترونية لتقديم الكورسات الخاصة في التداول كتاب السر في تداول النجاح التي نعلمها في شبكة الاتجاه الأفضل يقدم الكتاب ملخصا للأساسيات المهمة التي يجب أن يعرفها المتداول يسمح الكتاب للقارئ بتعلم أساسيات التداول والأركان الأساسية التي يصنعها المتداول المحترف في أي سوق مالي ويدور الكتاب حول تعلم ما يلي الحالة العقلية والنفسية وتحديد كيف يفكر العقل وكيفية برمجة العقل الباطني للسلوكيات التي تساعده على اتخاذ القرارات المنطقية الصحيحة والابتعاد عن السلوكيات التي تجعله يتخذ قرارات عاطفية يعتقد معظم المتداولين أن الاهتمام بالجانب الفني والتحليل الفني وتعلم الدخول في الصفقات وكذلك استخدام المؤشرات هو أهم شيء حتى يتقنوا فن التداول ويحقق أرباحاً منه لسوء الحظ هذا هو أكبر خطأ يرتكبه جميع المتداولين حتى المحترفين في بداية تداولهم إذا كنت مبتدئاً في هذا المجال كتاب السر في التداول النجاح مخصص لك للتجنب هذا الخطأ الذي قد يتسبب في انسحابك من التداول أي متداول ناجح يمر بثلاث مراحل حتى يستقر في المرحلة الثالثة فما هي هذه المراحل؟ المرحلة الأولى وهي مرحلة الجشع والغرور وهي الثقة الزائدة بالنفس المتداول مبتدئ بعد الحصول على بعض المعلومات في هذا المجال يعتقد أنه يستطيع تحقيق أرباح مباشرة بالضغط على زر البيع والشراء لكن سرعان ما يثبت له السوق أن الأمر ليس بهذه السهولة ويصفعه بقوة تؤدي هذه الصفعة إلى انسحاب ما يقرب من أربعين بالمئة من المتداولين المبتدئين فقط حوالي ستين بالمئة ينتقلون إلى المرحلة الثانية المرحلة الثانية وهي مرحلة الخوف والتوتر وهي انعدام الثقة التام حيث تخاف حتى من الضغط على زر البيع والشراء حتى لا تحدث الكارثة وتخسر الصفقة مرة أخرى على الرغم من أن الاستراتيجية توضح لك أنه يمكنك الدخول في هذه الصفقة وبالتالي تضيع الكثير من الصفقات ويزداد توترك مما يؤدي إلى الدخول في صفقات خاسرة بسبب تشتيت ذهنك وقلقك وهنا ينسحب معظم التجار بعد الخسارة حيث تصل نسبتهم إلى حوالي 50% لم يبق منهم سوى 10% فقط ينتقلون إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التوازن والاستقرار النفسي في هذه المرحلة هناك فهم أكبر للسوق ودخول للصفقات دقيق مع نفس مريح للغاية حتى عندما تخسر بعض الصفقات عندما يكون هناك توازن بين الثقة والخوف يحقق الاستقرار النفسي لتنفيذ الاستراتيجية بدون مشاعر وكأنك إنسان آلي آلة بشرية هنا الخوف ليس عاملا سلبية بل عامل إيجابي لماذا؟ لأن الثقة عندما تكون متوازنة سوف تثق بنفسك واستراتيجيتك وتطبقها على أكمل وجه دون انتهاك قواعدها والخوف هنا يساعدك حتى لا تجازف لذا ستكون دائما حذرا من تقلبات السوق حتى المتداولين المحترفين لا يخاطرون بإبرام الصفقات عندما يكون السوق ليس في مصلحتهم لذا فإن عامل الخوف هنا عامل إيجابي هناك أيضا ملاحظة أن بعض المتداولين عندما يكونون في المرحلة الثانية لا ينتقلون إلى المرحلة الثالثة ولا ينسحبون لأنهم يكتسبون مرة أخرى ثقة أكبر وهذا مفرط وبذلك تعود للمرحلة الأولى وتعيد الدورة نفسها فهل هذا له علاقة بالتحليل الفني ومعرفة استخدام المؤشرات وتطبيق الاستراتيجية؟ بالطبع لا لأن كل هذا له علاقة بطبيعة الشخص وسيكولوجية التاجر لأن تطبيق كل هذه المعلومات خاطئ إذا كان نفسك متقلبا ثم إذا افترضنا أن بيئة بالمئة يمثل نجاح التاجر ثم أعلم أن 20% فقط هي استراتيجية قوية يستخدمها ويطبيقها لإبرام الصفقات دون انتهاك قواعدها و20% أخرى تقوم بإدارة المخاطر والأموال التي تكسبها لذا فهذه كلها تمثل 40% أما الستون بالمئة المتبقية فهي قوة نفسية للمتداول وهو عنصر مهم للنجاح لأنك ملزم بالتحكم في نفسك وليست حركات السوق إذن هذا هو مثلث النجاح للمتداول إذا فاتتك أي من هذه النقاط الثلاث فاعلم أنك تهدر نسبة مئوية من نجاحك لسوء الحظ فإن معظم المتداولين الذين يشرحون التداول في مقاطع الفيديو أو من خلال مختلف المواقع والصفحات لا يعطون هذا الجانب أي أهمية وبالطبع فإن معظم أولئك الذين يتطلعون إلى تعلم التداول يشاهدون فقط مقاطع الفيديو الفنية وحاول أن تتعلم كيفية استخدام هذا المؤشر وكيفية الدخول في الصفقات وكيفية تحديد المنصات مع نسيان أهم شيء وهكذا تجدون المزيد من المشاهدات على الفيديوهات التقنية وليس على الفيديوهات النفسية هذا لأن الناس يتسرعون بطبيعتهم في الحصول على الأشياء الجيدة كل ما هو جيد يريد الشخص الحصول عليه بسرعة أكبر إذا كان التداول ينطوي على أرباح فأنا أريد طريقة لتحقيق هذه الأرباح بسرعة وهذا لأن الشخص بعيد جدا عن تغيير نفسه يحاول دائما تغيير الواقع وفقا لما يناسبه دون تغيير نفسه وهناك بعض الأشخاص الذين سيخبرونني أنهم لا يستطيعون تغيير أنفسهم سيقول أحدهم إنني عاطفي جدا يتملكني غضب وخوف شديد أو قلق لا أدري لكن علماء النفس أثبتوا أن الشخص يمكنه تغيير نفسه وتغيير خصائصه تماما ويمكنك أن تصبح شخصا آخر له خصائص أخرى إذا عملت على نفسك واستثمرت وقتك في سقل أخلاقك وسلوكه كيف يحدث هذا؟ يحدث ذلك عندما يكون لديك رغبة قوية في تغيير نفسك للأفضل وبالتالي فإن رغبة هي أهم شيء ثانيا حاول دائما برمجة العقل الباطن كما تعلم فإن العقل الباطن لديه برمجة تعمل وفقا للعادات التي تقوم بها لكن يمكنك الوصول إلى العقل الباطن وتغيير بعض العادات فيه لتصبح برمجة لديك أفضل من ذي قبل الاهتمام بالجانب النفسي الخاص بك وتطوير نفسك لن يفيدك فقط في مجال التداول ولكنه سيفيدك أيضا في مجالات مختلفة من حياتك لأنه سيحسن قراراتك وحتى طبيعة أفعالك وردود أفعالك هذا يجعلك شخصا منضبطة وبالتالي تكتسب شخصيتك المزيد من التوازن في مختلف جوانب الحياة التي نواجهها أعتقد الآن أنك تعرف لماذا يحصل المتداولون الناجحون على مبالغ ضخمة من المال لأنهم نسبة صغيرة فقط 10% من التجار الناجحين والذين يخسرونهم 90% لذا إذا أخذ العشرة بالمئة أموال الآخرين فإنهم متداولون ناجحون الذين لديهم مبالغ طائلة ويمكنهم تحقيق أحلامهم المختلفة لكن هذا لن يأتي بسهولة يجب أن تعمل بجد وتعمل باستمرار لتحسين هذه النسب الثلاثة أو هذه النقاط الثلاثة التي شرحناها وأول شيء يجب عليك فعله هو الجلوس مع نفسك ومواجهتها ومحاولة معرفة نقاط الضعف في شخصيتك فلدينا جميعا نقاط ضعف لأن الكلمات والأحداث تؤثر على مشاعرنا وعواطفنا ويؤثر هذا الأخير على قراراتنا وردود أفعالنا وبالتالي فإن كل ذلك له تأثير علينا الحالة نفسية والتأثير يختلف من شخص لآخر كل شيء في ذهنك هذه كلها برمجة برمجتها بنفسك من خلال الأحداث التي حدثت لك وذلك لأن التداول يعتمد كليا على الهدوء والتركيز وعدم مخالفة قوانين التداول بسبب الانفعال حتى لا تكون متحمسا كثيرا أثناء الربح أو الكسر أثناء الخسارة باختصار يجب أن تتداول كما لو كنت رجلا بلا مشاعر أو عواطئ يتم تنفيذها فقط على النحو المبرمج إذا وصلت إلى هذا المستوى فسوف تحقق الستين بالمئة تقدما في النجاح لذلك اعمل دائما على تطوير نفسك قبل تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك وتذكر دائما أن هذه الحياة نعمة فلنعيشها بحلاوتها ومرارتها